بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة الحملة الفرنسية على جزائر وهي الحلقة السابعة والخمسون التي سأخصص الحديث فيها عن مأساة عظيمة وعن مشكلة إنسانية كبيرة تنافي جميع مواثيق حقوق الإنسان وتنافي إنسانية الإنسان وتنزل به إلى درك البهائم هذه المأساة الكبيرة هي تعذيب الذي جرى على المسلمين الجزائريين تعذيب يشيب له الولدان تعذيب تقشعر منه الأجساد تعذيب يظهر معه بوضوح ما كان يقال عن فرنسا وحقوق الإنسان في الغرب والحرية والإخاء والمساواة التي نادت بها فرنسا طويلا وأزعجتنا بها طويلا وأقلقتنا بها طويلا تعذيب مفضوح هائل صعب أرجو من إخواني وأخواتي السامعين والسامعات أن لا يتأثروا كثيرا بما سأذكره تأثر يفضي بهم إلى اليأس والقنوط بل إنهم ينبغي أن يسمعوا مني ويحدوم ذلك إلى الأمل ذلك لأن إخواننا من الجزائريين وأخواتنا أيضا الذي نالهم من التعذيب قسط وافر وحظ كبير ما يأسوا ولا قنطوا بل استمروا وتقدموا إلى الأمام وبذلوا كل جهد وقدموا كل تضحية وبذل وعمل وفداء حتى نالوا استقلالهم وهذا منبع بطولتهم وهذا مؤشر على عزتهم وقوتهم وصلابتهم رحمة الله تعالى على ميتهم هؤلاء الذين ميأسوا ولم يقنطوا من جراء ذلك التعذيب الطويل ينبغي أن يكون عبرة لنا وعظة نتعذ بها ونعتبر حتى نسير إلى المستقبل بضياء من الماضي وبوعي من الحاضر التعذيب هو كما هو معلوم انتزاع الاعترافات بالقوة هذا يعني التعريف الرسمي له انتزاع الاعترافات بالقوة من أشخاص مشبوهين هذا نوع من أنواع التعذيب هو انتزاع الاعتراف بالقوة هناك تعذيب تلذذي يتلذذ به المعذب وهو يعذب ضحيته هناك تعذيب تشف يتشفى منه يفرغ غيظه نفسه مصدور كما يقال في العربية صدره مليء غيظا على هذا الرجل أو على هذه الضحية كونه من الجزائر يكفي كونه جزائريا صدره مليء غيظا عليه كيف يفسح شيئا عظيما مما في صدره ويخرج شيئا عظيما مما في صدره بهذا التعذيب إذن هناك تعذيب تلذذي هناك تعذيب تشف من الضحية هناك تعذيب إهانة يريد أن يهينه يريد أن ليس شرطا في هذه الأنواع الثلاثة أن يكون من أجل انتزاع اعتراف ليس شرطا كما واضح كان مجموعة في الجزائر هائلة جدا تقوم بالتعذيب أنا في حقيقة لا أريد أن أتحدث عن التعذيب الأول وقد كنت أفردت كلاما حوله في الحلقات الأولى فلا أحب الإعادة لكن مجرد إشارة أن الفرنسيين معتادون على التعذيب ومعتادون على هذه العمليات الوحشية والعجيب أن التعذيب الأول جرى وكانوا قريبي العهد بالثورة الفرنسية الكبرى التي جرى سنة 1789 ودخل الجزائر سنة 1130 فهذه أربعون سنة بين دخولهم الجزائر وبين ثورتهم المشؤومة هذه الأعوام الأربعون نسوا فيها كل شيء وما أقاموا الإنسانية وزنا ولا لحقوق الإنسان أي وزن وهذا أيضا غريب وعجيب لا ننسى أبدا أنهم كانوا عندما يأتون إلى النساء من أجل سرقة أساورهن وأقراطهن ما كان الوقت يكفي من أجل أن تنزع المرأة المسكينة سويرتها فكانوا يقطعون يدها كانوا يقطعون يدها من أجل الإسراع في إخراج الأساور كانوا يقطعون الأصابع من أجل الإسراع في إخراج الخواتم ما عندهم وقت فكانوا معهم الأكياس يقطعون الإصبع مع الخاتم ويضعونه في الكيس هكذا يصنعون يقطعون الأذن ويجعلونه في الكيس إلى التحوي الأقراط فكانوا يبتهجون إذا اجتمعوا وكلهم يخرجوا الأصابع أصابع النسوة المسكينات ويخرج الآذان للتحوي على أقراط النسوة المسكينات هكذا صنعوا وهذا أمر معلوم ومعروف ومسطر في التاريخ لا يحتاج إلى مزيد نظر ولا يحتاج إلى حشد أدلة لأنها أشهر من أن يدلل عليه وكانوا يحشدون الناس المغارات ويدخنون عليهم يملؤون المغارات دخانا حتى يموتوا جميعا اختناقا وكمات من آلاف الجزائرين وجزائرات بهذا مع بهائمهم مع أطفالهم مع جائزهم مع شيوخهم يفعلون بهم هذا وهذا أيضا ثابت ومعروف من سجلات الفرنسيين المخزية أثناء دخولهم للبلاد الجزائر بلاد الإسلام صنعوا أكثر من ذلك وأنا ما أحب أن أعيد كما قلت لكم إنما تحدث عن بعض هذا في الحلقات الأولى لكن العجيب كل العجيب أن يحدث التعذيب بعد أن أقرت فرنسا وقعت الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة سنة 48 و900 و1000 سنة 1367 للهجرة وقعت هذا الميثاق وقعت هذا الميثاق فمن العجيب بعد ذلك لفرنسا أن تمارس التعذيب المنظم التعذيب المفزع الذي جرى آنذاك من العجيب لفرنسا أن تمارس التعذيب وهي التي عانت أصنافا هائلة من التعذيب على يد النازية الألمان في باريس وفي مدن أخرى من مدن فرنسا طويلا أثناء الحرب العالمية الثانية وتعذبت فرنسا حتى نالت استقلالها وكان ديغول يدور في شوارع لندن ذليلا عندما أذله تشيرشل وروزفيلت وستالين حتى ينال استقلال بلاده فعجيب أن يفعل ديغول نفسه الذي كان يدور مشردا في شوارع لندن يفعل هذا مرة أخرى في جزائر عجيب وكل العجب أن تصنع فرنسا وهي التي تدعي إلى اليوم أن باريس هي عاصمة النور وأنها هي الحامية للشعوب وأنها هي المحافظة على حرية وكرامة وحقوق الشعوب عجيب كل العجب لباريس أن تطالب أو أن يطالب برلمانها بمحاكمة جرائم الأرمن أو محاكمة الذين هم مسؤولون عن جرائم الأرمن كما يدعون الجرائم التي قامت الدولة العثمانية في ظنهم وفي زعمهم بتوجيهها ضد الأرمن أثناء الحرب العالمية الأولى والعجب العجيب أن برلمان فرنسا أقر هذه المسألة أي أن هناك إبادة الأرمن على يد العثمانيين ومن ثم طالب بعادة المحاكمة لو أنا كنت ضمن البرلمان الفرنسي لا استحييت كثيرا قبل التوقيع على مثل هذا القرار لخجلت طويلا لناديت المسؤولين في البرلمان وأعضاء البرلمان رجالا ونساء قلت لهم ألا تستحيون من التاريخ ألا تستحيون من حقائق أنتم الذين أنزلتم أشد أنواع العذاب المسطرة المكتوبة المعترف بها المدلل عليها أشد أنواعها أنتم الذين قمتم بها في الجزائر الآن تطالبون تركيا بفتح ملف الإبادة ضد الأرمن أسكتوا أسكتوا فما ينبغي لكم إلا أن تسكتوا نعم هذه فرنسا التي فعلت ما فعلت وتنادي طويلا بحقوق الإنسان سنسمع في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سنسمع كثيرا عن مآسي فرنسا سنسمع كثيرا عن التعذيب الهائل الذي قامت به فرنسا في الجزائر في العصر الحديث كما قلت لكم عصر الأول فقد ذكرته في الحلقات الأولى ولم يكن هذا التعذيب مقتصلا عن الرجال المجاهدين كما كانوا يدعون أنهم متمردون وعصاء إنما تجاوز ذلك الرجال إلى النساء إلى الأطفال إلى عجائز النسوة إلى شيوخ الرجال كلهم تعرضوا للتعذيب بدون استثناء وفي مراحل مختلفة ابتداء من ساعة القرض عليهم إلى ساعة انفكاكهم إما إلى الحياة أو إلى القبر طبعا هذه مهمة أوكلت لضباط ضباط المهام الأهلية ضمن وحدات مختصة ساس وكنت حدثتكم معنا فيما سبق داخل المعتقلات والمحتشدات في القرى والأرياف في المراكز في المدن بحيث أن هذه الأعمال لا إنسانية لم تخلوا منها بقعة من الجزائر وهذا طبعا أثر طويلا على إخواننا الجزائريين بل أثر على معذبيهم وصارت هناك حالات ستحدث عنها إن شاء الله تعالى بعد أربعين سنة من هذه الحالات التعذيب لا زالت القضية تنكر من قبل فرنسا حكومة ترفض الاعتراف بها ترفض الاعتذار عنها هل سمعتم بأشدة من ذلك أيها الأخوة والأخوات مآسي هائلة سأذكرها الآن موثقة مقررة اعترف بها مرتكبوها في كتب أنزلوها وأنزلوها قريبا وقريبا جدا لا تزال فرنسا إلي اليوم ترفض الاعتراف بها وترفض الاعتذار عنها وترفض بالطبع أي تعويضات تبعا لذلك وهذا كشف للرأي العام العالمي إن كان هناك شيء بقي في الدنيا اسمه الرأي العام العالمي كشف له سوء حال الدولة الفرنسية وإصرارها على الباطل وإصرارها على هذا ما يسمى بالسفسطة لأن السفسطة هي إنكار البدهيات فهي سفسطة سفسطة من فرنسا ولا شك الآن سأتي هناك كتاب أن أنصح أخواني وأخواتي بقراءته الجزائر الثائرة الجزائر الثائرة للفضيل الورثلاني رحمه الله تعالى نشره له جماعة عباد الرحمن في بيروت لبنان سنة 1375 أو 156 هذا للفضيل الورثلاني والفضيل الورثلاني من لا يعلم هو أحد أعضاء جمعية علماء المسلمين في الجزائر والتلميذ الوفي للشيخ الكبير عبد الحميد بن باديس وهو قد ظهر نبوه مبكرا في الجمعية مما جعله خطيبة جمعية في المحافل الخاصة والعامة وهو أديب وصاحب لسان وصاحب كلمات معتبرات وقوي في أسلوبه رصين جزل وهو قد أرسلته جميع العلماء في مهمة جليلة إلى باريس ونجح فيها أيام نجاح ومجل احتواء الجزائرين في فرنسا وعدم ذوبانهم في الغرب هناك وعدم تخليهم عن دينهم وإسلامهم أنشأ في باريس فقط وضواحية خمسة عشر ناديا خمسة عشر ناديا لإحتواء المهاجرين هناك وكان يتوفد عليه الآلاف وكان يتنقل من نادي إلى نادي يخطب فيهم ويصلي بهم رحمة الله تعالى عليه عملاق الفضيل والأسف ما عندي وقت أذكر جمال سيرته وكمال سريرته لكن هذا المتيسر الآن نسق معه الإمام الكبير الشهيد إن شاء الله تعالى حسن البنى في الذهاب إلى اليمن وإنقاذ إخوانه اليمنيين وأخواته اليمنيات هناك من ظلم الإمام ومن سطوته وجبروته ومن عدم رغبته في تعليم أبناء اليمن ومن الرقي بهم وعمل ما يستطيع لكن ما سطع أن يغير نظام الحكم هناك لأسباب كثيرة وهذا ليس هو الوقت لذكرها وخرج في سفينة يريد أن يتوجه إلى أي أرض تقبله لأن فرنسا لا كانت تقبله في الجزائر أبدا فتوجه إلى أراضي كثيرة كل تلك الحكومات كانت تصدوها عن دخوله أراضيها ثم استقر به الأمر بعد ذلك في لبنان حيث قبله رياض الصلح لكن قبله على سرية وتكتم ولا يعلم بذلك إلا السلطة لبنانية واستقر في بيروت زمنا طويلا والفضيل انتقل بعد ذلك إلى تركيا من إسطنبول إلى أنقرة حيث مات فيها رحمه الله تعالى في أواخر الخمسينات ثم نقل جثمانه إلى الجزائر حيث دفن فيها بعد الاستقلال الفضيل ما يوفيه فينا هذه الكلمات لك كانت مناسبة لذكره واسمعوا ماذا قال لسفير فرنسا في القاهرة كان الفضيل من مهماته الجليلة أنه ينشر أخبار الجزائر في البلاد التي يحط فيها رحلة أو يحط فيها رحلة لكن في القاهرة كان طبعا القاهرة كانت مركز الثقافة العربية آنذاك والإسلامية وكانت قبلة لكثير من المثقفين وكثير من العاملين وكثير من أصحاب الجمعيات وإلى آخره هنا الفضيل صار يشرح ما يجري في الجزائر يشرحه للناس هناك ويبين لهم سوآت الفرنسا في الجزائر فهذا لم يعجب سفير فرنسا في الجزائر وسار يشي عن الفضيل أنه يكذب وأن فرنسا لا ينك تصنع هذا في الجزائر وأن الفضيل إنما هو رجل حاقد على فرنسا يعمل بكل وسائل لتشويه سمعتها في الشرق وأن أكثر ما يدعيه عنها وينسبه إليها من ظلم وعدوان وحرمان إما أن يكون كذبا محضا أو على الأقل مبالغا فيه إلى حد بعيد هكذا يقول السفير السفير طبعا رجل دولة لا بد أن ندافع عن دولته بالحق أو بالباطل هذه مهمة السفير للأسف إلا من رحم الله المهم فيقول يرسل له رسالة رسالة هذه يرسل له هو رسالة الإعلام جميعا يقول حضرت السفير المحترم لقد حدثتكم في خطاب الماضي بإيجازة عن ثورة الجزائر الأخيرة وأجملت فيه القول إجمالا واكتفيت بالإشارة إلى عشرات الألوف من خيرة شبابنا الطاهر البريء الذين ذهبوا ضحية الحقد والشهوة إلى آخره قال أسوق إليكم اليوم طائفة من أمثلة على الطريقة التي تمت بها جريمة إنسانية كبرى حسب ما وصلت إلينا أنباؤها حدثنا قادم تلك البلاد أن السلطات المسلحة التي تولت عملية الانتقام من الأحرار الجزائريين كانوا يملؤون عربية نقل من تلك الضحايا مكبنين ومحروسين بالجستابو الفرنسي فيتجهون بهم إلى ناحية مجهولة فإذا وصلوا بهم إلى شاهق من جبل معلوم نزل السواق إلى الأرض على اتفاق سابق ودفعوا بعربة النقل نحو الهاوية فتنقلب بمن فيها من أولئك التعساء فتتطاير أجسامهم وتتقطع أشلاؤهم وهم مكبلون بالحديد فلا تكاد تصل عربة النقل إلى قاع الوادي حتى لا تبقى جارة مع أختها أي جثة مع أختها من جثث أولئك الأدميين الأدمين التعساء والمنتقمون واقفون يتفرجون ويتلذذون وحدثنا قادم آخر على أسلوب من الأسعيب الوحشية أن الفرنسيين يحفرون أخاديدة على طريقة خاصة وأعماق معينة وعلى طول مقصود وعرض مقصود ويسقون إليها جموعا من البشرية الكريمة مكبنين فيدفعون بفريق إلى الأخدود فإذا ما وقعوا فيه أهالوا عليهم الأتربة والحجارة من كل جانب فيدفنونهم أحياء في غير شفقة ولا رحمة وكثيرا ما يكون الفريق الثاني يشاهد الرواية بعينيه وينظر مصيره المشؤوم وكثيرا ما يحضرون جموعا أخرى لمجرد شهوة العذاب وإلقاء الرعب في قلوب من وراءهم من المعاندين وبلغنا أن الحكومة أباحت لجنود الميليشيا الذين لا يختلفون عن الجستاب النازي لا في قليل ولا في كثير أباحوا لهم أيام الثورة أن يقتلوا من شاءوا كيف ما شاءوا وأباحوا لهم الأموال والأعراض وقيل أن جماعة منهم تذهب إلى بيت فلان من الأعيان فيطرقون بابه ويدعونه للخروج فإذا موصل إلى باب أطلقوا عليه الرصاص وأردوه قتيلا من غير أدنى سبب وتذهب جماعة منهم إلى بيت فلان ويقتحمون عليه داره ويكبلونه في قيود عندهم ثم يجبرون النساء على ارتكاب الفاحشة معهم في مرأة ومسمع منه وإذا حاول أن يدافع عن عرضه كان جزاؤه القتل الشنيع وتذهب جماعة أخرى إلى دار فلان شاهرين السلاح فيدخلون عليه وينهبون كل ما وصلت إليه أيديهم من متاع وأثاث وكثيرا ما يتهمون صاحب الدار بأنه يملك نقودا أو أشياء ثمينة أخفاها عنهم فينزل عليه صوت العذاب لحملي على الاعتراف بما أخفى من ثمين المتاع وقد ينتهي التعذيب بالقضاء على حياته وكلام كلام طويل وثم أتى إلى كلام عن المغرب والآن ليس الوقت أن أتحدث عن المغرب لأن حديثنا عن الجزائر والله هو معلومات مهمة جدا لكن ما يمكن الوقت ما يسمح ومريد أن أخرج عن الجزائر في هذه الحلقات هذا إذن الفضيل والثلاني وهو رجل ثقة ولا ينقل إن شاء الله إلا عن مصدر صحيح ومصدر ثقة يتحدث في كتاب الجزائر الثائر عن هذا الموضوع عندنا وثيقة غايف الخطورة في الحقيقة لجنرال فرنسي مشهور مكث في الجزائر مدة طويلة خلال احتلال فرنسا لها وصف الكاتب نفسه في كتابه بيده بما سطره بقول كنا عصابة قتلة في الجزائر نعم الجنرال بول أوزيريس بول أوزيريس هذا يعني مشهور ومشهور جدا في الجزائر بالتعذيب وهو قد اعترف بذلك وأقر يقول قبل أن نقرأ الوثيقة التعذيب هذا طبعا كان قد حظي بموافقة الحكومة الفرنسية على انطاق واسع حيث حصلت هذه الحكومة على صلاحيات خاصة خلال اقتراع برلماني سري وجرية 1956 برلمان أقر هذا التعذيب في اقتراح سري حتى لا ينفضح عام العالم هل رأيتم برلمان الذي يدافع عن حقوق الإنسان يقول أوزيريس أنه كان يرسل تقاريره إلى القاضي جان برنارد قاضي يرسل له تقارير التعذيب وهو المبعوث الخاص لفرانسوان متران الذي كان حينها وزير العدل في حكومة جيموليه الاشتراكية فرانسوان متران ذي حكم فرنسا فيما بعد وحكومة جيموليه هذه حكومة الاشتراكية المشهورة في فرنسا ويقول إن القاضي جان برنارد كان يغطي أفعالنا تصور إذا القاضي كان يغطي على أفعال التعذيب فما الذي يبقي بعد ذلك كانت لي علاقة ممتازة معه دون أن اضطر لإخفاء شيء عنه إطلافا يذكر له كل شيء قال أوزيريس على الرغم من كونه معارضا لاستخدام التعذيب في البداية إلا أنه اقتنع بسرعة بفائدة استخدامه فبعد وقت قصير من وصوله إلى قسنطينا قال له الشرطي أنه يستطيع أن يختار بين تعذيب إرهابي أو القول لوالدي الضحية أنه من أفضل السماح بموت العشرات من الأبرياء إذن أقنعه بهذا المنطق يقول هذا الحوار ألغى نهائيا أي شكوك كانت في نفسي ما في داعي لتوقف عن عملية التعذيب إطلاقا ماذا قال هذا الرجل في كتابي الذي خطه بيده كما قلت لكم صدر في فرنسا الخميس ثلاثة خمسة ألفين وواحد يعني جديد نسبيا الكتاب كتاب جديد لجنرال فرنسي خدم في جزائر ووصف الكاتب نفسه فيه بالقاتل واسم الكتاب جزائر 1955 إلى 1957 ضمنه اعترافات من الجنرال الفرنسيين بما كان يرتكف حق شعب الجزائر وعمليات إبادة جماعية وتعذيب حيث كتب الجنرال بول أوزريس مسؤول استخبارات في أثناء الحرب الجزائرية الفرنسية وأحد الأضلاع الرئيسة في فريق الخدمات الخاصة للحكومة الفرنسية واعترف الجنرال بول في حوار مع صحيفة لوموند الأربعاء اثنين خمسة ألفين واحد بأنه قام باعدام جماعي لأربعة وعشرين مواطنا جزائريا واعطى الكثير من الأوامر للجنود الفرنسيين بتعذيب الآلاف حتى الموت أسمعتم؟ آلاف المواطنين يعذبون حتى الموت على يديه شخصيا كانت الأوامر وفي حديثي للصحيفة يقول أوزريس لقد اعتدنا على تكاب جرائم التعذيب لقد بدأت أقوم بعمليات تعذيب للمواطنين منذ حرب الاندوشين عندما تم إرسالي إلى منطقة فليب فل هذا ملعب كبير جدا اسم ملعب فليب فل حشروا عشرات الآلاف من الجزائرين فيه وعذبوهم التي قمت بارتكاب جرائم تعذيب متعددة فيها إلا أنني قررت الابتعاد عن سلوب التعذيب بعدما شعرت بقسوة ما أرتكبه في حق البشر وعن الأعمال التعذيبية والعدام الجماعي المواطنين الجزائرين يقول بول أوزريس الثورة الجزائرية التي اندلعت بشدة في عام 1954 كانت عارمة بحيث لم تمنحني الفرصة للتردد في القبض على المواطنين الثائرين وتعذيبهم لضرورة جمع المعلومات عن الثورة وأعضائها الرئيسين منهم كان التعذيب في وجهة نظرنا أنسب حل لقمع الثورة أما لماذا اعترف أوزريس بجرائمه في هذا الوقت يقول على الرغم من أنني أعلم أنه سيتم ملاحقة القضائية كمجرم حرب ضد الإنسانية وهي الآن ما لوحق أوزريس هذا كتاب نزل في 2001 واعترافاته من ست سنوات أو سبع سنوات الآن في كتاب نزل في المكتبات وليما تم ملاحقة أوزريس فأنا أرجو من جمعية قضائية في جزائر أن تهب أرجو من جهة قضائية في جزائر أن تعمل شيئا من جهة من حقوق الإنسان أن توثق هذا أن تطالب بمحاكمته كجرائم حرب حتى توثق هذه الجرائم وتطالب بالتعويض بالاعتذار ثم بالتعويض أين إخواننا الجزائريون عن هذه الاعترافات يقول وأنا أعلم أنه سيتم ملاحقة القضائية كمجرم حرب ضد الإنسانية وإلحاق العار بأسرتي لكنني لم أعد أخش شيئا إلا توضيح الحقيقة والاعتراف بأدق تفاصيل معاناة الشعب الجزائري كما أنه في فترة الأخيرة بدأ كثير من الجنرالات يعترفون بالجرائم وبدأت جرائم تورط الحكومة وجيش الفرنسي تفتضح عن طريق جنرالات في الحكومة نفسها كان أخرهم الجنرال ماسو وهذا كان سفاحا كبيرا والدافع الوحيد للاعتراف كان راحة الضمير وختم بقوله رغم أنني كنت مستائم من وصف وصفت به صحيفة لبراسيون الجيش والحكومة الفرنسية بأنهم قتل فأنا الآن أؤكد هذا الوصف لقد كنا عصابة الموت والقتل الله أكبر ومن أبرز القصص التي ما زال يرويها الشعب الجزائري قصة المحامي علي بو منجل الذي قيل أنه انتحر آنذاك ولكن بول أوزاريس اعترف في كتابه بأن علي لم ينتحر وأنه تم تعذيبه لمدة 43 يوما بقسوة ثم قتل بأوامر شخصية من بول أوزاريس وتروي مليكة زوجة علي بو منجل تفاصيل قبض على زوجها قائلة في صباح 23 مارس 1957 جاءنا الخبر بأن زوج علي قد انتحر بعد انقطع شرايينه بزجاج نظارته وأنه ألقى بنفسه من شرفة أحد المنازل ولكن أحد لم يقتنب أن علي سينتحر فقد كان ملتزما بالإسلام ولا يؤمن بأن الانتحار حل بل يراه كفرا ولقد أبلغني أحد الأصدقاء المقرمي بعد وفاته أنه كان له نشاط سياسي حتى زوجه ما كانت تعلم للسرية المطلقة وأنه كان أحد العضاء الأساسيين في تنظيم الثورة الجزائرية ولذلك تم القبض عليه المدة 43 يوم ثم جاءنا خبر وفاته تضيف مليكة لقد منعنا من تسلم جثماني زوجي وتم دفن زوجي وكل ما سمعت من أحد الأطباء المقربين أنه من أفضل ألا أرى الجثة حتى لا أرى فرط آثار التعذيب التي ظهرت عليها كل ما يهم من التوظيف مليكة اليوم أن تعترف فرنسا بوحشيتها في التعامل مع الشعب الجزائري وبمخيمات التعذيب التي كانت تشرة في كل قطعة من أرض الجزائر علق المؤرخ الفرنسي بيير فيدان ناكست على كلام الجنرال الفرنسي أوزيريس قائلا يمكننا الاستعانة بهذا الكتاب لاستكمال تاريخ فرنسا في الجزائر بالاستناد إلى اعتراف أحد القاتلين القاتلين وهو جنرال بول أوزيريس فهل ستصنع شيئا حكومة الجزائر؟ هل ستصنع شيئا جمعيات الجزائر لحقوق الإنسان؟ هل ستقوم وتهب وتطالب بعمل شيء لملاحقة أولئك المجرمين؟ أرجو أن يكون هذا المخرج أشار علي بانتهاء الوقت في الحلقة القادمة إن شاء الله سأكمل جرائم التعذيب هذه فاصبروا معي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته